عدسات اللي بتتزرع في حالات قصر النظر الشديد على عدسات الأمامية العدسة دي بنزحلقها من العين المريض الكلام ده كله يا جماعة بيتم ببنج موضعي أو سعاد أطرة والعدسة دي نحطها و بنزبطها على حدقة المريض دي اسمها العدسة المخلبية الائرس كلولانس وبنيجي ننسبتها في القزحية بتاعة العيان بان احنا المخلب ده اللي انتوا هتشوفوه يجي رحب شبك شايفين وبعدين من ناحية التانية تشبك و خرصة العملية على كده يرى المريض من خلال هذه العدسة رؤية واضحة و رؤية جميلة و يستمتع بها مسافة طويلة عمر طويل ان شاء الله العدسة الخلفية لها بعض المزايا عن العدسة الأمامية اللي منها مثلا ما بنجيش نعمل فتحة صغيرة في قزحية العين زي ما عملنا هنا مثلا يعني زائد ان المكان الطبيعي للعدسة الأخرى أفضل كتير قوي من المكان الأمامي في القزحية في هذا الشكل و في هذا الاتجاه فبالتالي دي أنواع مختلفة من العدسات اللي بتزرع داخل العين و بتدي فيه أشكال مختلفة و مجالات مختلفة تصحيح للإبصار بدرجات مختلفة لو حد سألني هل فيه عدسات أخرى تزرع داخل العين آه فيه هكلمك بعد هذا الفصل على العدسات القرنية و التطور في هذا المجال أبقى بانا